عندي كلام كتير عايز اتكلم معا حضراتكم فيه مرتبط بمعركة السوشيال ميديا يعني انا الحقيقة يمكن الناس اللي عادة دايما تكتب قراءها على الكيبورد دي يعني لا يعنيمي ده بشكل من الاشكال وما ما تطرقش ليه إلا من خلال جمهور السادسة اللي بيتابعنا وبيبعت لنا يهمنا جدا ان احنا نسمع قراءكم ونعبر عنها كمان في السادسة لكن الحقيقة يبدو ان في حالة شحر وانا الحقيقة مش حابب ده يحصل بين بداية دولتين شقيقتين علاقات مميزة جدا بتربطنا بيهم شعب انا قلت في اكتر من مناسبة احنا بنعتز جدا جدا بالرابط اللي بيننا وبين الشعب المغربي مش عايز بس الناس هنا تتشد للمعركة الكلامية اللي حصلة على السوشيال ميديا وزي ما انا قلت في البداية احنا بالنسبة لنا الوداد المغربي مش طرف ابدا في المشكلة القصة كلها انه الاهلي بيحاول يعني يحافظ على حقه وده حق مشروع وانا قلت في حلقة مبارح انه لو كان المواقف معكوسة يعني لو كان الوداد المغربي هو اللي فيه مكان النادي الاهلي اعتقد انه كان هيعمل كده واكتر كمان شوية والاهلي كان هتفاهم ده وضربت مسأل حتى بمبارات نهضة بركان في سوبر طالب نهضة بركان نقلها الملعب محايد والاهلي تقبل ده وما اعتردش وما تمسكش بالموضوع مع انه كان من حقه كبطل لدولي الابطال في الوقت ده انه يتمسك بالملعب هنا في النهاية مهم جدا نحافظ على العلاقات على مستوى راقي وبيت هيألي واضح جدا انه عشان الناس اللي بتتكلم وتقول انه الاهلي خايف والاهلي مش خايف الاهلي ما بيخافش من حد والجيل ده تحديدا من اللعبة النادي الاهلي لعبوا ابطال قرات لعبوا ابطال عالم وقدروا ان هم يكسبوه مش بتكلم على مطشاط ودية بتحصل كل فين وفين بتكلم حضراتكم على مطشاط رسمية على بطل برازيل وامريكا الجنوبية على بطل المكسيك وامريكا الشمالية على بطل السعودية وقارة اسيا فالجيل ده ما عندوش رهبة وما بيخافش الحقيقة طول ما هلاه بالستيشرت النادي الاهلي ما يخافش لعب اي حد في اي مكان في اي وقت نروح